في مبادرة إنسانية باذر أفراد من الجيش الألماني بتوزيع إمدادات على سائق الشاحنات البولنديين العالقين في طوابير ضخمة بالقرب من الحدود الألمانية الحكومة البولندية أغلقت حدودها رسمياً أمام الجميع باستثناء حركة الشحن والركاب للمواطنين البولنديين مع إجراء فحوصات للتحقق من عدم وجود إصابات بفيروس كورونا وتأتي هذه المساعدات ضمن إجراءات احترازية أصبحت مألوفة في الأونة الأخيرة ضد انتشار الفيروس والذي خلافاً لألمانيا لم ينتشر بنفس الواترة ببولندا التي سجلت حالياً 305 حالات إصابة بالمرض مقارنة بحوالي 13 ألف حالة في الجارة ألمانيا